الآن سأسمعكم شيئا عجبا لأول مرة سمعته من الرجل الذي حدثتكم عنه قبل أشهر وهو القانوني والعسكري والأديب الشاعر المغترب الذي مات في غربته حزينا مكسورا الأستاذ جهاد عبدالوهاب رحمة الله تعالى عليه أسأل الله أن تصرف هذه الرحمات عاش هنا فترة طويلة في النمسا ومات هنا لأنه كان من المعارضين لنظام صدام الطبياني فرحمة الله عليه رحمة واسعة حدثني بها قبل أول ما أتيت هنا أول مقدمي النمسا قصة عجيبة غريبة جدا ما هي لما توفي الشيخ الإمام محمد عبدالو رفت الديار المصرية الإمام المجدد المصلح رضوان الله عليه وكان حدث جللا هز مصر على أخير في محفل تأبينه وقف ستة من العمالقة ستة من عمالقة الأدب وأرباب القلم والكتابة في مصر شعرا ونثرا وترسل ستة كل يقول كلمته مؤبنا الشيخ الإمام أولهم كان الأستاذ الشيخ العلامة أحمد أبو خطوة رحمة الله تعالى وتلاه الأستاذ حسن عاصم باشا وتلا الأستاذ عاصم باشا الأستاذ حسن عبد الرزق أو الرزاق عفوا حسن عبد الرزاق باشا وربعهم الأستاذ المشهور قاسم أمين بك رحمة الله علي وخمسهم العلامة الأديب الكاتب المشهور الأستاذ حفني ناصب بك وكان سادسهم الشاعر اللوذعي الكبير ثاني أشعر شعراء مصر في تلكم الحقبة حافظ إبراهيم رحمة الله تعالى وكل ألقى كلمته في تأبين الشيخ الإمام يتفق بقدر الله تبارك وتعالى يتفق بقدر الله تبارك وتعالى مرتب الأمور مرتب الأمور ومنسق الأحداث كبيرها وصغيرها لا يند شيء عن تنسيقه وتنظيمه وترتيبه لا إلا هو هذه القيومية يتفق بقدر الله أن يموت الشيخ الأستاذ العلام أحمد أبو خطوة مات كان أول المؤبنين بعد قليل يتلوه الأستاذ عاصم باشا رحمة الله حسن عاصم باشا يموت يجيب بالترتيب الذي أبن أولا مات أولا ثم مات الأستاذ حسن عاصم باشا ثم مات ثالثا الأستاذ حسن عبد الرزاق باشا الناس انتبهوا فيه شيء ليس طبيعي ثم مات رابعا الأستاذ قاسم أمين على أنه كان شابا لم يبلغ حتى الأربعين على ما أذكر شيء غريب هنا انتبه الأستاذ حفني قال لا أدر عليه معنا المسألة مرتبة على ترتيبنا في النعي والرثاء والتأبين سنموت مات أول أربعة أنا الخامس وحافظ إبراهيم السادس وهكذا كان لم يموت حافظ إبراهيم مات حفني ناصب بيك ثم مات حافظ إبراهيم رحمة الله على هذه الأرواح جميعها وفي هذا لما بلغ الأمر هذا المبلغ وما تقاسم أمين وكان رابع الستة موتا التفت من بقي منهم فكاتب حفني ناصب بيك رحمة الله عليه قصيدته اللوذعية يخاطب الأستاذ الكبير شاعر النيل حافظ إبراهيم أتذكر إذ كنا على القبر ستة نعدد آثار الإمام ونندب وقفنا بترتيب وقفنا بترتيب وقد جال بيننا ممات على وفق النظام مرتب أبو خطوة ول وقفاه عاصم وجاء لعبد الرزاق الموت يطلب فلب وغابت شمس قاسم وعمى قريب نجم محيا يغرب فلا تخشه الكن ما حييت قال له طالما أنا حي حافظ إبراهيم ما تخافش أنت أنت مش حكبوت أنا لازم أموت قبلك في ترتيب عجيب قال له هنا في أمر إله هذه رسائل لمن يا أخواني اللهم اجعلنا ممن له قلب أو ألقى السمع وهو جاهيد والله الذي لا إله إله ما في نبوة ما في رسالة هذا كل من آثار بركات النبوة والرسالة الله لا يزال يتواصل مع عباده الله لا إله إلا هو لا ينقطع عن مواصلة عباده وتذكيرهم لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قالوا فلا تخشه الكن لا تخشه هلكا فلا تخشه الكن ما حيت وإن أمت فإنما أنت خائف تترقب لا إله إلا الله عجيب عجيب فخاطر وقع تحت الترامي ولا تخف إرمى نفسه تحت الترامي قال له تحت الترامي تحت الشاس فخاطر وقع تحت الترامي ولا تخف ونم تحت بيت الوقف وهو مخرب دور الوقف وبيت الوقف دائما لا صيانة لها فتعود يعني مهلهلة آية للسقوط النوم تحتها يعني مقاطرة بالحياة قال له روح حط نفسك تحت الترامي ولا تخاف وروح نام تحت بيت الوقف وهو مخرب وخض لجج الهيجة أعزل آمنا فإن المنايا منك تغذوا وتهربوا أو تعدوا وتهربوا وخض لجج الهيجة أعزل إذهب إلى الحرب الضروز المعمع الحمراء بغير سلاح ستبقى آمنا لن تموت حتى أموت أنا فيه ترتيب قال له فيه أمر إله مقدر سبق به العلم دلت عليه الدلائل وخض لجج الهيجة أعزل آمنا فإن المنايا منك تعدوا وتهربوا فإن المنايا منك تعدوا وتهربوا وبالفعل ضرب القضاء بعد ذلك ضربته ومات الأستاذ الكبير حفني ناصب بك رحمة الله عليه وأدرك حافظ إبراهيم أن الدور عليه مات الخمسة وأنا السادس تابد أن أنتظر الآن وفيه محفل أيضا في ذكر تأبين الأستاذ الإمام قال قصيدة طويلة له وكان من بينها آذنت شمس حياتي بمغيبي ودن المنهل يا نفس فطيبي قد مضى حفني قد مضى حفني ويومنا تدانى فاستثيبي وأنيبي يقاضب نفسه وما تحافظ إبراهيم قل لي أن هذا أي صدفة قل لي أن هذا عشوائية أقنعني أن هذا مجرد اتفاق لا إله إلا الله والأمر سيحتيك أي واحد شكوكي أي واحد ملحد أي واحد تائه يقول لك الأمر يتعلق بالناحية العمرية لا يا حبيبي قاسم أمين كان صغيرا أصغر من هؤلاء وكان الرابع ما إلا علاقة أبدا رسالة القدر واضحة رسالة القدر واضحة